موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتعلم بهذه المحاضرة كيفية إدراج تاريخ البدء بستيج معينة أو تاسك معينة وكذلك كيفية إدراج تاريخ الانتهاء من هذه الستيج أو من هذه التاسك أول خطوة نذهب إلى التاريخ اللي يكون مقابل الستيج أو التاسك اللي احنا نريد نغير التاريخ مالت؟ نضغط دبل كلك راح تظهر هذه النافذة أمامي اللي يسمها التاسك انفورميشن من التاسك انفورميشن نذهب إلى الديتس بالديتس راح تلاحظون موجودة الستارت من الستارت نغير هنا تاريخ البدء بالمشروع نفرض المشروع مالتنا يبدأ بتاريخ 23 داعش إذن نضغط 23 داعش 2019 ندرجه وبهذا تم تغيير تاريخ البدء بالتاسك مالتنا إذا تلاحظون مقابلها هنا موجودة الفينيش تمثل تاريخ الانتهاء من التاسك مالتنا نفرض تاريخ الانتهاء من التاسك مالتنا بتاريخ 6-12 إذن ندرج 6-12-2019 وبهذا تم تغيير تاريخ الانتهاء من التاسك أو من الستيج نضغط أوكي راح نلاحظ هنا التواريخ تبدلت أمامي هذه الطريقة البسيطة اللي احنا نقدر نغير به الطريقة الثانية طبعا هي نقدر نغير يدويا مباشرة من النافذة نذهب إلى النافذة نضلل عليها على التاريخ اللي احنا نريد نغيرها بدون ما نضغط دبل كليك كأن هنا الستارت نريد نخليه يكون يوم 24 وبمكان 23 وتاريخ الانتهاء كأن نريد نخليه يكون يوم على سبيل مثال 9 أيضا ندرجي يدويا وهنا نلاحظ أيضا التاريخ تغير أمامي هذه الطريقة أيضا البسيطة اللي نقدر نغير به تاريخ البدء والانتهاء بتاسك أو ستيج معين شكرا جزيلا